أبرز الأخطاء عند نطق حرف العين نطقها بصوت عائم أشبه بالألف المفخمة نحو مالية مالية بتروا صوتها عند نطقها ساكنة يعملون يعملون تفخيمها عصوا عصوا سبب جاورت مين نطقها شبه الهمزة والله يألم وأنتم لا تألمون اتبهنا هذا بيكون يعني جعل مخرجها ينتقل من وسط الحلق إلى أقصى الحلق مخرج الهمزة وفي من العرب من يفعل هذا على فكرة في حتى من اليمن جالس معنا في في باليمن بيقولوا سبعة تسعة أنا اندي بدل ما إليك عندي شو بيقول لك اندي نعم كان في واحد يمني من هدول اللي بيبدلوا العين همزة جالس عم يقول هيك بطريقة يعني غير لبقة فشافوا أخ مصري ما عجبوا المنظر قال له الروح يا شيخ ربينا يقرفك حمزة أيانا يوم لأنه أخذها من أي؟ من المعرفة فهذه من الأخطاء التي تقع في حرف العين نأتي إلى حرف الحاء إبدالها خاء أو هاء عند غير العرب هاي حكينا عليها بيقول الهمد أو بيقول أيه الخمد ضعف همسها الرحمن الرحيم اسمع الرحمن الرحيم عدم بيانها وخاصة إن جاورت عينا فاصفع عنهم تكاد تكون كأنها أضغمت فين نعم أبرز الأخطاء في حرف الغين واحد خلط صوتها بالقاف خلط صوت الغين بالقاف هذا أنا سمعته بقطر لا يا أخي لا خلط صوت الغين بالقاف والقاف بالغين أظن سمعته بقطر قير المقضوب قير المقضوب إضغامها بالقاف لا تزق قلوبنا نعم إبدالها خاء يخشى بدل يغشى شو بيقول يخشى يخشى قلقلتها غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ما سببها هذه؟ لأنه لم يعطي الغينة حقها من الرخاوة لو أعطى الغينة حقها من الرخاوة لما تقلقلت غير المغضوب مغو مغو شايفين؟ المبالغة في تفخيمها وهي مكسورة هذا من العيوب القراءة من غل من غل شي ممجوج الخاء من جملة الأخطاء في الخاء واحد عدم تفخيمها خالدين المبالغة في تفخيمها وهي مكسورة وخيفة وخيفة ما يقال وخيفة شو يقال؟ وخيفة القاف من جملة الأخطاء في حرف القاف نطقها قريبة من الكاف قالوا تبعنا؟ قالوا المبالغة في إضعاف تفخيمها حالة كسرها حتى تتحول إلى كاف وبالحق أنزلناه وبالحق نزل هذا موجودة ما تحسبه مبالغة ولولا العيب والحياء لا ذكرت اسم من يفعل هذا؟ القرآن نزل بالحق ولا بالحق؟ بالحق ما نزل بالحق؟ قلبها قا قليل هذا موجود إخوانا بحضر موت الله يهديهم يصلحهم يعني يقرؤون هكذا ويصرون عليه نبهتهم بس ما عم يرضوا يغيرون في ليلة الغدر هذه إخوانا بقالي بالسودان خلطوا صوتها بالغين في ليلة الغدر مرة تصلت علينا واحدة على البرنامج أخت من السودان قال أريد أن أغرأ بأغرأ نحن بلهجتنا يعني بالبحر يعني أريد أن أغرأ من سورة البغرة والله ممزح الله يتقبل همسها هذا موجود همس القاف شو معنى موجود؟ يعني مسموع من إخواننا في عصرنا لكنه ما صحيح انتبهنا كيف؟ القاف العربية يا أخواني مجهورة قاه قاه وليس اسمعني وليس قاه قاه سمعانين الهمس؟ قاه هذا ما بصح من كان معتاد أن ينطق القاف هكذا بالتدريب يستطيع أن يتخلص من هذا الأمر قاه قالوا يقولون ليس قاه نعم أخطاء الكاف المبالغة في همسها وهي متحركة المبالغة في همسها الكاف يعني وهي متحركة مثل فَكَانُوا اسمع فَكَانُوا وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ 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 هذا زايد عن اللزوم المقابل بقائله ترك همسها وخاصة عند سكونها مثل إيش مثلا بيقول لك ورفعنا لك ذِكْرَكْ اسمع ذِكْرَكْ سمّاها ابن الجزري في النشر الكاف الصماء الصماء يعني لي من الصمم كأنه ما لها صوت يعني يكتبون اسمع يكتبون مفروض يقول يك يكتبون صدرك شايفين عم يجيب الشدة وما عم يجيب الهمس نطقها شبيهة بالقاف وتركوك قائمة وتركوك قائمة وتركوك قائمة وإذا السماء وإذا السماء قشطت شو صالت كأنه ايه حرف الجيم من جملة الأخطاء في نطق حرف الجيم الفصيح أن تُنطق رخوة ومعنى الرخاوة يا أخواني هو جريان مين الصوت أج أج نعم مثلا بدل جا جعلوا شو بيقول لك جعلوا هاي عندنا في بلاد الشام جعلوا وجنه هادي رخاوة ما بتصح خلطوا صوتها بالدال بدو يجيبها بدو يجيبها شديدة لكن عم يستعمل طرف اللسان مع وسط اللسان فبيطلع الصوت ايه مخلوط بين الجيم والدال يدماعون 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 بيقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبتلاقي الصوت شبه جيم مخلوطة بمين بدال في بلد بمصر اسمه جرجة تسمعوا عنها لك عم يضحك هذا الشيخ فهدول بيقلبوا الجيم دال بتقول له من في بيلك من دردة فقال له واحد قاهري استاذ مدرسة نقلوه على جرجة فات هذا على الصف يسمع على الولاد اللي حيطير عقله فراح لعند المدير قال له يا حضرة الناظر يعني الأولاد كلهم بينطقوا الجيم دال فقال له المدير ماهدل مدنني خلطوا صوتها بالشين الجيم يا أخواني كما نعلم من وسط اللسان والشين أيضا من وسط اللسان فإذا ضعفت الجيم تتحول لمين إلى شين شو قال السخاوي والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشيني مثل الجيم في المرجاني مثلا بدي يقول المجاهدين شو بيقول المجاهدين قلبها ياء طبعا هذا موجود في بعض بلاد الساحل الشرقي للجزيرة العربية بدءا من الكويت وانت نازل لتحت المسيد المسيد طبعا هذا ما يقرأ به القرآن مع أنه صوت قديم على فكرة مذكور في كتب الصرفة من العرب من يقول اليربوع بدل الجربوع شو بيقولوا اليربوع شو عم يبدلوا الجيم يا لكن ما نزل به جبريل نطقها مثل حرف قا هذا موجود في بعض مناطق اليمن وموجود طبعا بالقاهرة واسكندرية وغيرها الحق أشهر الحق أشهر الحق ايه فهذا باليمن ما شاء الله كثير جدا ايه بيقول لك القمهورية أقول لك هل اجتمع مرة مغربي ومصري المغربي قال له إِنَّ يَاجُجَ وَمَاجُجَ فقال له المصري لا إِنَّ يَأْقُوكَ وَمَأْقُوكَ